أهلا رب غيره وأن له في خلقه النفع والضبع أهلا أعوذ بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد وحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علم أما بعد إخواني في الله وأحبتي وأخواتي في الله وحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته يقول الملك الجليل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء لم يقل سبحانه وتعالى من قائل أنتم فقراء إلى الله لو قال أنتم فقراء أي فيضمن فقراء آخرين لكن حين قال أنتم الفقراء فكأنه قال سبحانه وتعالى أنتم الفقراء من دون الخلق أجمعين فكأن الفقر مختص بكم وكأنكم مختصون به الفقر كله فيكم وأنتم مصداق كامل تام للفقر والافتقار إلى الله تبارك وتعالى والله في المقابل هو الغني الحميد لماذا أيها الإخوة كان الإنسان كان هذا النوع البشري أو الآدمي يختص بهذا الفقر على نحو ما ذكر الله تبارك وتعالى قال السادة العلماء لأن الإنسان خلق ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا كما قال سبحانه وتعالى فلذلك هو مفتقع إلى الله ومن وراء قول السادة العلماء نقول أيضا ولأن هذا الضعيف أيها الإخوة في معظم أحواله وحالاته لا يستشعر ضعفه يغتر بنفسه بقوته بعلمه بدرايته فيظن أنه مستغن عن ربه تبارك وتعالى فيظن أنه مستغن عن ربه فيظهر له دائما أنه خاطئ في تقديره ويرتفع عنه من عناية الله تبارك وتعالى ولطفه وعطائه بقدر ما يظن أحيانا أنه مستغن مما يضطره إلى أن يعود إلى ربه تبارك وتعالى على وجه أو آخر لو تأمننا أيها الإخوة في شؤون المخلوقات حتى في شأن هذا الإنسان في أول مدارجه في ضعفه نرى أن المخلوق كلما كان أقل حيلة وأقل دراية وأضعف خوة ومنة كلما حاطه الله تبارك وتعالى بعنايته ورعايته وكلما ساق له رزقه وكفله من جميع جهاته وكلما ظن أنه مستغن وأنه يمكن أن يعمل الحيلة ويعمل الوسيلة ضعفت عناية الله تبارك وتعالى به ولذلك لا بد للعبد العاقل العبد الصاحي الصالح أن يستشعر هذه الحقيقة الوجودية الدائمة المستمرة حقيقة ضعفه وأنه فقير إلى ربه تبارك وتعالى عرف أو لم يعرف استشعر قوة أو لم يستشعر دائما هو الضعيف الفقير إلى الله تبارك وتعالى قبل أن أضوي هذا المقام بحديث قدسي جليل أحب فقط أن أعلق على قوله عز من قائل والله هو الغني الحميد هو الغني مفهومة مقابل فقر البشر لكن لماذا أتبع الغني بالحميد قال السادة العلماء روح الله أرواحهم لأن ليس كل غني أيها الإخوة والأخوات يجود بما عنده ويعود ببعض الفضل على المفتقرين الضعفاء بعض الأغنياء أشحاء بخلاء لكن الله تبارك وتعالى هو الجواد الكريم هو غني وينتفع الخلق كلهم بغناه فيحمدونه على ذلك ولذلك كان غنيا حميدا هو غني جواد كريم يحمد على عطائه وعلى رفده وعلى نواله لا إله إلا هو هكذا هي دقة القرآن الكريم إذن أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أخرج الإمام مسلم في صحيحه حديثا جليلا أيها الإخوة وهذا الحديث قال فيه السادة العلماء كالإمام أحمد بن حنبل رضوان الله تعالى عليه هذا الحديث أشرف حديث للشاميين لأنه مسلسل بروا شاميين طبعا أبو ذر رضوان الله تعالى عليه في أعلى السند الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن وآله ليس شاميا لكنه نزل بالشام لكنه نزل بالشام وعنه أخذه الشاميون فصار الحديث أشرف حديثا للشاميين أبو ذر يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه يقول صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وضبطه بعضهم فلا تظالموا لا يظلم بعضكم بعضا يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطؤون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم من هو هذا؟ قيل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص أو في التي بعدها عفوا ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل أحد مسألته أي لبيته وأجبته ما نقص ذلك من ملكي أو مما عندي إلا كما ينقص المخيط الإبرة أيها الإخوة هذا الخياطة إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في اليم أو قال في البحر إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في البحري نعم هذا هو مجد الله أيها الإخوة هذا هو كرم الله هذا هو أعطاء الله لذلك كان الله هو الغني الحميد لا إله إلا هو غني مستغن عننا عن عبادتنا لا تزده هذه العبادة كما لا تضره المعصي أيها الإخوة والفجور والفسوق والعسان لا يضره لا ينقصه لا إله إلا هو لكن فضلا منه ونعمة طلب منا وهيأ لنا ويسر لنا وأرشدنا ودعانا وفتح لنا الأبوهب لعبادته وشكره وذكره على أنه سيجزينا على ذلك جنة عرضها السماوات والأرض في أبد مؤبد وخلود مخلد هذا من فضله لا إله إلا هو أيها الإخوة لأننا فقراء فليس لنا إلا مولانا كما قال ولي الله سهل ابن عبد الله التستري قال ليس للعبد إلا مولاه ليس للعبد إلا مولاه وأحسن أحواله أن يرجع إلى مولاه طبعا لأنه بغير مولاه ينقطع يضيع أيها الإخوة وأحسن مولاه أحواله أن يرجع إلى مولاه فإذا أخطأ الحبد رجع إلى مولاه فقال اللهم تب علي يعترف ويقر يبوء بذنبه اللهم تب علي فإن تاب علي قال اللهم وفقني حتى أعمل فإن وفقه تبارك وتعالى إلى العمل قال اللهم وفقني حتى أخلص لك في عملي فإن وفقه تبارك وتعالى في الإخلاص قال اللهم تقبل مني وإنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين وهناك أيضا كلمة أخرى جليلة وجسيمة لأبي بكر الشبلي يقول فيها صحبت أربعمائة أستاذ وأخذت عنهم أربعة آلاف حديث ثم انتخبت منها أي من أربعة آلاف حديث ثم انتخبت منها حديثا واحدا نفعني به الله ما شاء أي ينفعني ما هو هذا الحديث أيها الإخوة أبو بكر الشبلي يقول هذا الحديث خلاصة أربعة آلاف حديث كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله لكي نرى هذا الحديث الجامع المانع بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم إخواني وأخوهاتي ومع أبي بكر الشبلي وحديثه العجيب حديث انتخباه من أربعة آلاف حديث نفعه الله تبارك وتعالى وأغناه به يقول الشبلي هو قول الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها مقامنا في الدنيا يسير أيها الإخوة يسير وقليل واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها بقاء مؤبد بقاء مؤبد حديث حكيم وكلمات حكيمة اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها واعمل لله تبارك وتعالى بقدر حاجتك إليه هذا هو الشاهد واعمل للنار بقدر صبرك عليها فما أصبرهم على النار من يصبر على النار إذن لابد أن نعمل لكي نفر من النار أيها الإخوة فلا تمسنا لا يمسنا حسيس وإن شاء الله تبارك وتعالى لأن لا أحد جسمي كما قال الشاعر جسمي على الشمس ليس يقوى ولا على أهون الحرارة فكيف يقوى على نار وقودها الناس والحجارة الشاهد فيك الحديث أيها الإخوة قوله واعمل لله تبارك وتعالى بقدر حاجتك إليه وأما حوائجنا إلى الله فلا تنقطع حاجتنا إلى الله تبارك وتعالى لا يقادر قدرها كلنا حاجة إلى الله كلنا فقر نحن محضل فقر إلى الله تبارك وتعالى لو انقطع عنا مدد الله تبارك وتعالى لحيظه لكنا والله يا إخواني ألم تسمعوا ألم تروا ألم يتفق لكم أرأيتم مرة رجلا كان ممتعا بعقله أيها الإخوة كان ممتعا بعقله ثم رأيتموه بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد ليلة وقد عزب عنه عقله جن هكذا أنا رأيت حالات كهذه أيها الإخوة في حياتي أيها الله ما هي إلا لحظة يدخل عاقلا يخرج مجنونا انتهى انقطع عنه مدد الله لطف الله أيها الإخوة كذلكم الحياة والموت يدخل يريد أن يأخذ استراحة يقول لأهله فيتجح كذا يأتونه بعد قليل يحركونه إذا هو ميت انقطع المدد انتهى كل شيء نحن أنفاس كل شيء مدد من الله تبارك وتعالى يا أيها المعدود أنفاسه لا بد يوما أن يتم العدد ولا بد من يوم يأتي بلا ليلة ولا بد من ليلة تأتي بلا يوم غد أنفاس معدودة كل شيء أمداد أيها الإخوة أمداد مستمرة متواترة من رب العزة تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يوالي علينا أفضاله وأمداده ويسبغ علينا نعمه يحكى عن عابد كان يعبد الله تبارك وتعالى على الإخلاص والصدق والتجريد كما يقولون فأراد الله تبارك وتعالى أن يظهر مدى صدقه وإخلاصه له في العبادة فأرسل إليه ملكا قرأ عليه السلام وقال له يا عبد الله إلى متى أنت في هذا العناء وفي هذا التعب وأنت من أهل النار هكذا قال له الملك وهو يعلم أن هذا أي ملك من الملائكة أنت من أهل النار لماذا تتعب نفسك في العبادة وتجهدها وتكدها فقال العابد للملك إنما أنا عبد وشأن العبد هذا شأن العبد الخدمة يا إخواني شأن العبد الخدمة شأن العبد العبودية لأنه عبد إنما أنا عبد وشأن العبد هذا وهو لا إله إلا هو عز وجل تبارك وتعالى إله وشأن الألوهية لا يعلمه إلا هو ومعنى شأن الألوهية لا يعلمه إلا هو أي إلا الله تبارك وتعالى أي أن لله أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه لا رد لقضائه وأمره هذا هو شأن العبدية وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ لَا يُسْأَلُوا عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ قال له هذا شأن الألوهية أمرني بعبادته وخلقني عبداً فأنا أعبد قضى علي بالنار هذا أمره لا إله إلا هو جواب حكيم هذا ليس مجرد عابد إخواني وإخوتي هذا عابد عارف بالله تبارك وتعالى فعاد الملك إلى رب العزة تبارك وتعالى وقال يا رب الملك قال يا رب أنت أعلم تعلم السر والنجوة تعلم السر وأخفى وعلمت ما قال عبدك سمعت أنت ما قال عبدك فقال تبارك وتعالى إن كان هذا العبد وهو على ضعفه لا يعود عنا لا يرجع عنا فهل نرجع عنه مع كرمنا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له فغفر الله له وأدخله الجنة بماذا أيها الإخوة بمثل هذا الفهم بمثل هذا الوحي بمثل هذا العرفان يعلم أنه مفتق إلى ربه لا غني لا يستطيع أن يتمرد لا يستطيع أن يخرج أيها الإخوة عن أمر الله تبارك وتعالى يعلم أنه في القبضة أنه مقهور في قبضة الله تبارك وتعالى ولذلك لزم الأدب مع الله فأنقذه هذا الأدب فأنقذه هذا الأدب إذا ذكرنا هذا الشيء أيها الإخوة فالحديث يفضي بنا إلى العمل ما منزلت العمل إذن إذا كان الأمر كله لله إذا كان الأمر كله لله فما منزلت العمل هل ننجو من النار و ندخل الجنة بأعمالنا هناك آيات قرآنية كثيرة ظاهرها ذلك أننا نورث الجنة بعملنا أننا نتنعم فيها و نأكل هنيئا مريئا و نشرب بعملنا آيات كثيرة كثيرة بهذا المعنى أيها الإخوة لكن هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و أصحابه و سلم و هو مخرج في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه و أرضاه أنه عليه الصلاة و سلم قال لن ينجو أحدكم أو أحد منكم بعمله هناك حديث آخر لن يدخل أحدكم الجنة بعمله لن يدخل أحدكم الجنة عمله هنا قال لن ينجو أو لن ينجي أحدا منكم نعم عمله لن تنجو من نرجه النبي العمل قالوا يا رسول الله ولا أنت يا رسول الله قالوا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه فسددوا و قاربوا إلى آخر الحديث هذا الحديث أيها الإخوة استدعى شرحا و تأويلا من السادة العلماء رحمة الله عليهم أجمعين النبي يقول أن النجاح لا تكون بالعمل السؤال تكون بماذا بالفضل أيها الإخوة بفضل الله تبارك و تعالى نحن ننجو من نار جهنم و ندخل الجنة بفضل الله تبارك و تعالى هذا تأويل نعم تأويل سائغ قال الإمام سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه و أرضاه قال كانوا يرونه أن النجاة من النار لا تكونوا بالعمل لا تكونوا بالعمل إنما تكونوا بفضل الله تبارك و تعالى و برحمته برحمة الله بعفو الله ننجو من نار جهنم و دخول الجنة يكون بفضل الله تبارك و تعالى و أما اقتسام المنازل هذا في المنزل الأولى و هذا في المنزل العاشر و هذا في المنزل الألف يتفاوتون أهل الجنة يتفاوتون على ما قيل هب أن المسيء قد غفر له أفلا يفوته ثواب المحسنين الناس في الدنيا إذا رأى أحدهم أخاه شقيقه لأبيه وأمه يعني يفضله في المال شيئاً تتحرك عقارب الغيرة والحسد حتى ربما في قلبه الآخر لا فيها حسد ولا فيها غيرة ولكن أيها الإخوة يعني فيها منازل متفاوتة جداً فعلى الإنسان في الدنيا أن يمهد لنفسه وأن يكون لهم يلهمه ما لا يسمح له بأن يكون في أدنى المنازل لماذا؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فالإمام ابن عقينة يقول كانوا يرون هذا يرون أن اختسام المنازل بالأعمال إذن ننجو نحن من نار جهنم برحمة الله وعفوه ندخل الجنة بفضله نختسم المنازل بأعمالنا هذا وجه لهم وبقي وجه آخر أيها الإخوة في تفسير هذا الحديث والجمع بينه والجمع عفوه بينه وبين الآيات القرآنية الكثيرة التي شرحت لكم أن ظاهرها على أننا ندخل الجنة بأعمالنا ونجزى فيها وينعم نكرم بأعمالنا لكن أدركنا الوقت فإلى حلقة مقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى لنستعرض فيها وجوه التأويل لهذه النصوص الإلهية والنبوية الكريمة وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة